بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل شرح chapter 1 وبنعرض النهاردة للماشين تايبس النوع الثاني اللي هو ايه الميلنج ماشين النهاردة نشوف اللي قدامنا ده عايزين نعرف في الميلنج ماشين المين اكسيز اوف دي سي فريم اللي هو الفيرتكال ميلنج ماشين ليه سميناه السي فريم لانه عنديه مكون من ثلاث اجزاء اللي عندنا هنا البد ده رقم واحد وبعدين الكولم ده رقم اثنين وبعدين عندي رقم ثلاثة اللي هو ايه الهيد استوك لو ماشينا بالقلم كده هون لانه ايه مكون ايه للسي فريم اوكي للسي فريم هذا الشكل انا اللي مني نعرف ايه the main اكسيز بتاعت هذه الماشين اللي هي الفيرتكال ميلنج ماشين او السي فريم ميلنج ماشين انا عندي I have got three اكسيز three main اكسيز اللي هما اكس و y و z احنا هنا بعد ما عرفنا three main اكسيز ايه اللي انا عايز اعمله انا عايز اعمل بورجرامنج ليه التول اللي هو باللون الاصفر ده التول اللي هو ايه ما بيتحركش فيه اوه هو بيتحرك up and down في الزد يبقى الزد سهل انه ايه عندنا الحركة up and down اهي زد بلاس يبقى ايه the tool up towards this bundle و z minus the tool away from this bundle خلصنا من ايه من الزد انما تعالى هنا لل اكس وال y اكسيز هنبرمجهم ازاي او هنعرف tool motion بيتحرك فيهم ازاي اللي طب تعالى كده نبص بعينه لكن لو انا عايز احرك التول ده في اتجاه ال x minus اهو لو انا عايز امشي ايه في اتجاه ال x minus هو مين اللي بيتحرك اللي بيتحرك بقى هنا مين ال table هادي ايه ال table هي اللي بتتحرك فال table ده بتتحرك ازاي اهي بتتحرك اهي كده وكده او بتتحرك في الاتجاه ده كده وفي الاتجاه ده كده خلاص يبقى دين ايه حركة ايه ال table خلاص فبيقول لي حركة ال table دي لو انا بقى خليني طب واحدة واحدة انا عايز احرك ال tool في ال x minus يبقى انا محتاج ايه قال لي if you want to get x minus لابد ان انا عمل ايه the table must move to the right يبقى ال table لابد ان انا تمشي ايه في هذا الاتجاه طب if i want to make the tool moves to x plus يبقى نعمل ايه قال لي يبقى the table must move to the left اه طيب يبقى كده ده ال x axis طب تعال ال y axis لو انا عايز اخلي tool motion in y minus اعمل ايه the table must move towards the column تروح ناحية ايه الكلام ولو عايز اخلي tool motion in y plus يبقى لازم the table must move away from the column تبعد ايه عن الكلام يبقى كده دي ايه الطريقة اللي هنعمل بيها البروغرامنج ل ايه tool motion تعال نشوف الكلام ده او فهيقول لي ايه the main axis tool motion in c frame vertical mailing machine قال لي ايه البروغرامر should view polarity as if the tool moving as if the tool is moving in all axes بقى انا لازم اعمل البروغرامنج بتاعي كأن الطول بيتحرك فيه الثلاثة اتجاهات لانحنا عندنا قلنا three axes قال لي لا the tool does not actually move in x and y axes في البروغرامنج machine c frame طيب قال لي مين اللي بتحرك the table moved to form x and y axes طيب بما ان the table بتحرك انا عايز بقى ااخد الحركات بتاعي x plus x minus y plus y minus اجابهم ازاي فقال لي to get the motion that makes tool moved to the right x or x plus the table must move to the left زي ما اشرح على اللي 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 طيب so table motion to the left is x plus and table motion to the right is x minus بيولي the same confusion will exist for the y axis to get motion that make the tool move toward the column اللي هو y plus يبقى the table a must move away from the column so table motion away from the column is y plus and table motion towards the column is y minus طبع اما z no no such confusion will exist with the z axis saying the tool actually does move up to form z plus and down to form z minus along with the z axis head 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 stock motion خلاص تعال نعمل تلخيص لهذا الكلام كله فبيقول the milling machine can be programmed on three axes the x axis control the table movement left or right the y axis control the table movement towards or away from the column the z axis control vertical up or down movement of the spindle